في أعلى بحراتكم مرة أخرى كلام عن منتخب مصر ومواجهة المنتخب السنغالي أكيد حديث مستمر إن شاء الله ساعات يعني خلاص بقيت ساعات 24 ساعة وبإذن الله تبقى مباراة كبيرة لمنتخبنا الوطني شرفني واننورني في هذه الفقرة الحديث عن هذه المواجهة الكبيرة بين مصر والسنغال الكباتن الكبار كابتن وقيل أباني كابتن أحمد عادل كابتن وقيل مشرف ومنور كالعادل حبيبي يا كريم ببنا أخليك كل كويس يا حبيبي أنا بسعد جدا حبيبي كابتن أحمد باتشرف دايما بوجودك معايا حبيبي يا كيمو من الحلقة اللي بستمتع بيها جدا وكيد النهاردة مع كابتن وايل حبيبي يا كابتن وايل طيب كابتن وايل خلاص مفيش مراجعة ليلة الامتحام وخلاص آخر آخر حاجة في المراجعة النهاردة نعمل إيه بإذن الله قدام المنتخب السنغالي نتعامل إزاي مع هذه المواجهة المواجهة بين وجهة نظرك بشكل عام هتمشي إزاي مصر كريم نمرة واحد لازم عندنا ثقة في نفسينا لأن إحنا عندنا مشكلة دلوقتي إن اللاعبة والجمهور والناس كلها تحس إن ما فيش ثقة فده بيدي قلق كبير جدا وده بيخليك إنت متحفز حتى في الجيم داخل الملعب بيخليك حتى بتبقى تلعب بطريقة دفاعية متحفز بشكل كبير اللعب معندها ثقة في نفسها إن هي تروح تهاجم معندها ثقة في نفسها إن هي يعني بتلعب منتخب كبير جدا في نسبة لعيبة محترفين كتير جدا لكن برضو لازم تعرف إن إحنا منتخب مصر صح إحنا برضو لازم نرجع للهواية بتاعتنا بتاعت زمان إن إحنا عندنا شخصية وعندنا منتخب قوة وعندنا لعيبة كويسة فلازم نتعامل بهذا الإسلوب إحنا مشكلتنا إن إحنا ما بنتعاملش بهذا الإسلوب فهي دي المشكلة خد بالك عدم الثقة عندنا بتدي توطر وبتدي أداء غير جيد لكن إنت نسبة الثقة دي اللي هي بتبقى عندك بتزودك لو إنت 40 بتخليك 70-80 صح ودي معروفة في الكرة حتى الموديل الفني أو الجهاز لما يدي لعيبة ثقة هو لو غلط حتى بيقلقش فبيشتغل تاني على نفسه مظبوط لكن إحنا شفنا حتى في بطولة أمم أفريقيا تحس إن إحنا متحفزين جدا رغم وصلنا للنهائي لكن أداء منتخب مصر ما كانش هو الأداء اللي يرضي الجمهور وما كانش هو الأداء اللي يقول إن إنت تاخد البطولة دي وكنت تحس إن إنت بعد كل مباراة بتكسبها مش مصدقة وخد بالك إحنا ما كسبناش الماتشات داخل الملعب يعني إحنا كل ماتش مثلا بنكسبه لأن لازم نوصل لكسراتايم وبعدين نوصل لضربات جزاء وتمشي معاك يعني الحمد لله توفيق أيوة الحمد لله ما هو توفيق بس خد بالك ما مش هتمش معاك على طول يعني جات في النهائي ما مش هتش معاك يعني إحنا ما استفدناش برضو كتير قوي يعني برضو ما طورناش بالأداء قبل ما نروح لك كابتنا أحمد لو تفتك المباراة مصر والسنغال في فاينال أفراقيا لا هو اسبك من قوة المنتخب السنغالي على الورق وأنه هو فعلا المنتخب قوي جدا بس إنت كنت ند على أقل إنك قادر تجريل حد الوقت الإضافي وإنت بدنايا كنت مستهلك تماما ثلاث أربع مباراة بوقت إضافي عند الغيابات بالجملة في خط الدفاع تحديدا ورغم كده قدرت توصل معاه للمرحلة الأخيرة في المباراة إيه هي الغيابات بالجملة اللي في خط الدفاع أولها لك أكرم توفيق أحمد حجازي ماشي الوينش غاب في هذه البطولة ورجع تاني فاتوح غاب في هذه البطولة ورجع تاني أيمن أشرف غاد في هذه البطولة ورجع تاني فماتش السنغال من اللي كان رائعي؟ كمال عبدالوحة لاب في مصر لاب وكان كويس أنا أردت أنه أنت برضو تعاملت مع غيابات كثيرة في هذه البطولة غيابات الطرارية صعبة جدا أنت النهاردة واخد منتخب مصر يعني أحسن لعيبة في مصر طبعا أنت مش نادي يعني أحمد حتى تفق معي أنت النهاردة نادي ما بيبقاش عندك خيارات كتير صحيح لكن لما تكلمني على منتخب مصر واخد 22 واحد أو 23 واحد أو 25 واحد فنفرست كل ده وخدت منه أفضل 25 لعيب لأن أنت عندك كان عندك الاختيارات الكتير جدا غير النادي النادي أنت مضطر لأن أنت عندك نادي بيبقى عندك ماستر تشهر بعد شهر لايب كويسين أو نمرة واحد بس إحنا بالعادة ده صح إحنا بالعادة حركة قلت عليه دوت إحنا وصلنا للنهائي وهو قدر فعلا لما بنتكلم على الغيابات قدر يعوض الغيابات ده تريد أنت حتى ما حسيتش إن ما معشور أثر لما عمر كبال غيب ما حسيتش إن عمر كبال أو أكرم توفيق أثر لما عمر كبال لعب مكانه ما حدش أثر لكن أنا بتكلم السيستم هو هو صح يعني الأساسي زي الاحتياطي زي الناس اللي برا السيستم هو هو لكن ما حسيتش إن إحنا عندنا الشخصية إن إحنا نفرض شخصيتنا إن إحنا عايزين نكسب صح وهذه المشكلة إحنا كل مباراة بن العامة عايزين نوصل لإكسر طايم عشان نوصل لضربات جزائر آمان يعني الشخصية بتاعت منتخب مصري دي لا إتغيارك كتير جدا ما ينفعش وتعالى نسلمنا من كاس الأم الأفريقية خلاص إحنا فضللنا كبس ساعة وعندنا مواجهة صعبة جدا ومواجهة كبيرة جدا صعبة عليهم وصعبة علينا بكل تأكيد كابتن رحمة العادة نتعامل إزاي مع هذه المواجهة مواجهة أكيد مواجهة كبيرة وإحنا الحمد لله لو حتى كان عندنا نقصان ثقة زي ما كابتن وائل فنقصان الثقة ده رجع علينا تاني في كاس الأم الأفريقية إحنا وصلنا فاين حمينا فريق وصل لنهاية كاس الأم الأفريقية حتى لو كنا ندخلين بطولة دي وقتها وإحنا حاستين نحنش نعمل حاجة دلوقتي وصلنا لنهاية كاس الأم الأفريقية والآن موجودين في المرحلة النهاية من تصفات كاس العالم وكل دي حاجات المفروضة إنها طبعا مديانة الثقة أكيد طبعا كريم وزي ما قال كابتن وائل يمكن بأخذ من الكلام كابتن وائل إحنا ببص على الحاجة الإيجابية بص على الحاجة الإيجابية إن أنت الراجل نفس سيستم اللعبة هو هو ما بيتغيرش حتى لو غيرت سير دي باك حتى غيرت باك رايد نفس السيستم وقد ده رجع للمدير الفني وطريقة اللعبة اللي بيلعب بيها أي ما كان طريقة دفاعية أو طريقة مثلا منظمة ما فيش حلول في النحية الهجومية دي ممكن نقدر نتوارها في المباراة اللي جاية ممكن الراجل يشتغل على كده لكن الفترات بتبقى قصيرة جدا لكن الحاجة الإيجابية أنت بتتكلم في حوالي 6 أو 7 لعيبة أو 8 لعيبة أو مر لعب منتخب مصر لكن الحاجة الإيجابية اللي خدوها من كاس الأمم أنهما بعندهم السقة عندهم السقة أنهو يلعب منتخب مصر بعندهم السقة أنهو يلعب قصد 5-6 فرق في أفريقيا كوتوفور المغرب كاميرون السنغال فاللعيبة خلاص خدت السقة وعندها السقة لكن مهم جدا أنه يرجع شخصية منتخب مصر وفي المباراة اللي جاية بالزيت المباراة اللي جاية بالزيت المباراة اللي لا تقبلش الاسم على اثنين لكن الراجل أكيد يعرف نقطة الكوة والضعف في فريق سنغال لكن إحنا زي ما بنقول في نقطة كوة عند فريق سنغال لأن منتخب مصر إحنا عندنا نقطة كوة وعندنا مفاتيح لعب لكن مهم جدا على طريقة لعب الراجل إنه هو يشغل مفاتيح اللعبة دي ودي اللي نتمنى إنه نحن نشوفها في المباراة اللي جاية طيب نتعامل إزاي بقى مع المباراة فالنهار وتكتكيانا كابتن وايد طريقة اللعب الخطة التشكيني نستخدم أوراق الناس زي عشان نقدر أن نباقد المنتخب السنغال إن شاء الله ونسجل فيه أنا عايز أقولك على حاجة إحنا ممكن نستغل ثقة برضو منتخب السنغال لأن خد بالك كلهم محترفين وكلهم برضو عندهم ثقة عالية فممكن الثقة دي تدوم نسبة غرور شوية إنه هو جاي كسبان أمم أفريقيا جاي لا هو نسبة اللعبة اللي عنده المحترفين كتير جدا اللعبة اللي عنده لعبة جمدة جدا فهو ممكن خد بالك تحس إنه هو مش هقول نسبة استهتار لكن خد بالك الثقة دي بتخليه إنه هو بيحضر من تحت مش فارق مع أي حاجة أنت لو لعبت على الأخطاء بتاعت وممكن تشتغل على الحتة دي وده حصل قبل كده مع منتخب الكاميران زمان لو تفتكر في طولة أمم أفريقيا اللي خدناها مع كابتن حسن شحاتة استغلنا الحتة دي واستغلنا ثقة اللعبة الأفارقة لأنه هم يتعودوا خلاص إنه هم يحضروا من تحت ومش ألقانين وبيحضروا حتى ممكن جوة 18 أو في التلت الأخير اللي هو الثلاثين يارضة دي فممكن إحنا نستغل الحاجات دي لأنه خد بالك إحنا اللعيبة المصرية أسكى شوية من الأفارقة في ناحية الكورة شوية يعني هو إيه بلغة الكورة بيعرف يتعامل كويس مع اللعيب الأفريقي لأنه اللعيب الأفريقي تحس إنه هو ليه سيستم هو عارف الكورة ديها تطلع أو تطلع الكورة ديها تتباص أو تتباص أو تتباص هو ممكن بزكاءه إنه هو باللغة يشتغل اللعيبة دي شوية إنه هو يقطع ويخليهم يبقى فيه أخطاء في التلت الدفاعي فممكن هو برضو يشتغل على الحتة دي فالنقيام بقى يعني هو برضو مستر كروش بيلعب بتاريط أربعة ثلاثة ثلاثة وهو ما بيغيرهاش إيه إحنا عندنا حتة البلوك الدفاع ده بيعمله كويس أوي ما فيش مشكلة منه لكن هي القصة كلها إنت بعد ما بتقطع الكورة بتعمل إيه هل إنت متمر أن إنت تطلع على حد ولا إنت تنقل ثلاثة أربع نقلات وتطلع على محمد صلاح أو تطلع على عمر مرموش لو هيلعب أو تريزيجيه الناس دي أو على مصطفى محمد فأنت بتتكلم هنا المشكلة اللي حصلت في أمم أفريقيا أن إنت بتقطع الكورة لكن مش عارف بتعمل بها إيه يعني إحنا عندنا مشكلة حتى في التحضير إحنا المنتخب الوحيد اللي تحس إنه هو ما بيحضرش من تحت لأنه هو ما بنقلش ثلاثة أربع نقلات فدي مشكلة طيب إنت لو ما بتنقلش ثلاثة أربع نقلات فأنت لما بتيجي تعمل بلوك الدفاع طيب لما تقطع الكورة هتلعب على مين؟ على محمد صلاح؟ ولا هتلعب على مرموش؟ ولا هتلعب على مصطفى؟ طيب إنت لما تيجي تلعب على محمد صلاح أو مرموش محمد صلاح مش من نوعية اللي ينزل قوي تحت يبقى بيدافع في التلاتين ياردة لأن إنت طالب منه أنه هو يروح مساحة كبيرة جدا فبتاخد منه مجوك كبير جدا فالنهار ده عشان تشتغل بالأسلوب ده لازم على الأقل محمد صلاح يبقى كبير وخط نص الملعب عشان لما تقطع تقدر تلعب عليه في المساحات لأنك إنت مشتين إلى تلات أربع نقلات هي واحدة والتانية وبعدين تحط لمحمد صلاح في المساحة مصطفى محمد هو اللي ممكن ينزل شوية على كوس نص الملعب في نص ملعبنا على أساس هو يبقى قافل برضو الحتة بتاعت نص الملعب شوية وتسيب محمد صلاح أو عمر مرموش عشان تعرف تشتغل عليهم ولما تيجي تقطع الكرة ما ينفعش الناس اللي في نص الملعب انت بتلعب بتلاتة في نص الملعب ما ينفعش التلاتة يبقوا قافين في مساحة واحدة لأنك هتخنق المساحة دي فالمساحة لما بتبقى صغيرة فرقة السنغال تقدر تستخلص الكرة بسرعة لكن لما الناس دي يعني الناس تطلع يعني واحد من التلاتة يطلع أو اتنين أو الناس تقرب من بعضها عشان نطلع في الجزء التاني اعتقد هنشكل خطورة كبيرة جدا على فريق السنغال لأنه ممكن يبقى فيه مساحات خلف دفاعات منتخب السنغال لأنه هو خد بالك برضو هيحتاج أنه هو يهاجم بعدد كويس لأنه انت لما بتيجي تعمل بلوك الدفاع فهو محتاج عدد كويس يهاجم به فممكن تستغل الناحة الدفاعية والأخطاء اللي هو بيشتغل عليها في نص الملعب وتقطع تستغل المساحات اللي هي في خط الده طيب كابتان أحمد دايما الكلام على سلاث الوسط يعني دايما محوى الأداء منتخبنا هو سلاث الوسط مين سلاث الوسط هم حمد فتح النيني السلية ولا تشيل واحد منهم وتحط لعب مثلا بإمكانيات زيزو أو ترزيجي لو هتلعبه في نص الملعب يعني ولا أفشا تلعب إزاي؟ 3.5 ملعب ومبارات القرية تحديدا يبقى واجباتهم وأدوارهم وأسمعهم إيه كمان؟ فعلا يا كريم السؤال مهم جدا وأكيد دا اللي هيغير لك محور اللعب دا اللي هيغير لك محور اللعب دا اللي هيخليك تلعب تطلع بالكورة عشان كده أنا بتمنى لو هتلعب هو بلعب بستة وتمانيتين على طول قدامهم السلية والنيني وتحتهم حمد فتح عشان كده أنا بتمنى أن زيزو يبدأ وأنا بشوف أن المهام بتاعت النيني أو حمد فتح هي مهام واحدة يعني لو عاستلعب بستة يا النيني يا حمد فتحي كده كده السلية هيلعب تمانية وتمنى أن زيزو يلعب لأن زيزو هو الوحيد اللي بيأخذك من بوكس تو بوكس هو اللي بيطلع بيك بالهجمة من تحت وبيطلع بيك صح وبيقدر يسبب خطورة بيعمل زيادة عددية على فريق السنغال عشان كده أنا بتمنى أن لو هيبدأ مثلا بيت سراسي نص الملعب يا حمدي يا النيني ويلعب بالسلية ويلعب بزيزو لكن أتوقع أن الرجل هيلعب غير كده هيلعب بحمدي والسلية والنيني دي الطريقة الوحيدة اللي هو أنت ممكن تطلع بالكورة دي الصعوبة اللي إحنا كنا بنواجه طريقة الخروج بالكورة من أن أنت أومة بتطع الكورة لازم تنقل تطلع على نص الملعب إلا بعض الفترات أنا شايف أن رجل ضم أفشا وأفشا ممكن بعض الوقت ممكن على التمانية يعني ممكن لعب تمانية ولعبها في الأهلي برضو في وقت من الأوقات لكن أفشا ممكن يبقى تغييرة ممكن يبقى تغييرة مع أن صلاح مش كل ما هنقطع كورة هنلعب على صلاح لأن زي ما شوفنا في مبارات السنغال الأخيرة ضد فريس السنغال صلاح أول ما بنسو كورة هتلاقي ثلاثة أربعة ضغطين على صلاح لازم في حلول هجومية من ناحية الثانية لازم يحل زيزوي بحل هجومي لازم فتوح مفتاح لعبه مهم عمر كمال يبقى مفتاح لعبه مهم هتلاقي كل التركيز واخد صلاح واخد ثلاثة أربعة لعيبة معاه كل تركيزهم مع صلاح احنا ممكن في الوقت ملاقوات نشتغل على المرموش نشتغل على ترزيجيلا ونزل تغييرها برضو مهمة أكيد احنا عندنا مفتاح لعبه يمكن زي ما قلت لحضرك لازم نشغلها لازم نشغلها كويس وهم أكيد فريس سنغال دارسنا كويس ودارس أكوى خطورة عندنا يا محمد صلاح لازم نشغل مفتاح لعبه تانية تقدر تفرق معنا في المبرو مع فكرة زيزو دي برضا كابتنا عيد ولا مع السلائسة التقديدي حمد فتح عمر السلية وننين دا مع فكرة زيزو لأنه النهاردة هو بيلعب بتلاتة تحس ان هم التلاتة شبه بعض قوي يعني لما تجي تكلم على حمد فتحي وننيني والسلية التلاتة شبه بعض فالتلاتة مدافعين يعني صرف يعني هم التلاتة تفندرات فانت النهاردة لما تحط واحد يعرف يدافع ويعرف يهاجم زي زيزو أو امام عشور خد بالك يعني لازم يبقى فيه اختلاف في التلاتة دي ورقة مهمة كمان لأن خد بالك لما تيجي تلعب تلاتة تفندرات مع بعض فانت كده بتقول ايه لا ده انا بدافع في نص الملعب عشان اقفل مساحات لكن المشكلة مش في كده المشكلة ان انت لما تيجي تستلم الكرة وتطلع لازم فيه عندك لعيب الكرة وعندك حلول وعندك سرعات تقدر تطلع بيها وده اللي انا كنت بتكلم عليه فده اللي يقدر يشتغل بيه زيزو وممكن امام عشور ما يبقاش التلاتة شبه بعض فانا اتمنى وقفش برضه زي ما قال احمد كده ممكن يبقى تغييره على حسب قداية المباراة ترزيجي ده انا بتكلم انه يلعب اساسي يعني ما يبقاش احتجاب اذوقتي عندك ترزيجي متقلق في الفترة الاخيرة عمر مرموش متقلق في الفترة ما ينفعش يستغل لهم الاتنين في المرعب لا الاتنين ما ينفعش في المرعب لان هما الاتنين بيلعبوا في حتة واحدة ما ينفعش حد يلعب في التلاتة لو واحد فيهم لقى في التلاتة مش هيعرف يلعب لان التلاتة الاتنين عايزين مساحات هو لو اشتغل في قلب المرعب مش هيعرف اشتغل عكس زيزو وعكس امام لا زيزو يعرف اشتغل في قلب المرعب يعرف يشتغل مع الثلاثة. إمام يعرف يشتغل مع الثلاثة. لكن تريزيجي وعمر مرموش لا ما يعرفش يشتغل مع الثلاثة. دي وجهة نظري. تمام. فتريزيجي كابتان وقلت فعلا لما لعب تمانية ما قداش المرضود زي ما هو بيل عمالي قط. لا في مبارات المنتخب النجير. بس مبارات المنتخب النجير. أنا بس هفكرك بشيء حاجات. في مبارات المنتخب النجير هو كان لسه راجع من الإصابة تماما. يادوبك كانت تشارك في جزء صغير في مبارات الأسنون فيلا فما كانتش أصلا جاهز. لكن لو لعب تمانية أو جناعة ما كانتش هيبقى جاهز. بقى جاهز أكتر مع نهاية البطولة. بقى جاهز أكتر في الفترة الأخيرة متقلق جدا في الدوري التركي. ولو تفتكت تريزيجي بداياته مع النادي الأهلي كانت نص الملعب في مركز رقم تمانية. آه طبعا بعد كده ملعباش خالص في أوروبا. بس هو يعرف يلعب في نص الملعب. بس يا كريم التريزيجي على طول بيكمل كفروة ثاني. يعني على طول من الناحية العكسية. على طول بيتلاقيه في الثمانتاشرة لعب الستة. وجاب منها هدف. يعني جاب منها هدف لما صلاح عادة وأعمالها بالعرض. تريزيجي يكمل كفروة ثاني. في حالة نزول مصطفى محمد على نص الملعب. دي مهام بيطلبها منه مستر كيروش. إن هو ينزل على نص الملعب. يعمل زيادة على نص الملعب. طريقة اللعب دي بيعتمد على طرفين الملعب. يبقى فيه سرعات. لكن أكيد تريزيجي اللعب مهم. ومفتاح لعب ومهم المنتخب. لكن اللي أنا كنت بتمنى برضو. إن أنا مصطفى محمد ومروان حمدي. تحسين اتنين هما نفس اللعب. عشان كده كنت بتمنى إن شريفي بقى موجود. يعني إنت في فترة من الفترات. إنت هتحتاج إن إنت تلعب بحد ما بين السرد باكين. يعني ما بين السرد باكين. فأتنين أكوية عبد جلو وكل بالي أكوية جداً. بس أكوية جداً بس في البينيات عندهم صعوبة. شريف عنده يعرف يلعب في المساحات ولعب. بس هو أعتقد كلوس كيروش بيدور على اللعب القوي. أكتر منه لعب سريع لعب هدف وعلى اللعب قوي يهد في الدفاع. وكده واضح إنه كمان بيعتمدش على المهاجم رقم تيسر. عشان الأهداف قد أدوار في الملعب. ويسيبين الكلام للجناحات صلاح ومرموش. وانتقد في البطولة اللي فات في كاسرهم اللي فات. بس محمد شريف عنده ميزة إنه خفيف الحركة. وسريع زي ما قال أحمد عادل خد بالك. وده أنت محتاجه لأن إحنا لما جينا نتكلم. قلنا أن إنت لما بتيجي تشتغل من أحد دفاعية. بتسعل عيبة فأنت محتاج برضو واحد سريع عشان ينقلك الهجمة. فده مطالب برضو خد بالك. مفروض محمد شريف مختلف عن مصطفى ومختلف عن مروان. بس خلاص في الوقت مروان. ماشي خلاص إحنا بنتكلم إحنا بنتكلم خلاص. فهيتعلم دائما هذه المباراة سواء مصطفى أو مروان. أنت عايز إيه من مصطفى محمد؟ هو عايز إيه؟ أعتقد إنه هو عايز إن مصطفى محمد يبقى محطة. تمام؟ أو مروان يبقى محطة. وزي ما قلت لك إنه هو محتاج إن مصطفى محمد. إنه هو في الناحية الدفاعية لازم ينزل يضم النص المرعب. عشان يقفل نص المرعب ويسيب حتة الأطراف دي. هو اللي نشتغل عليها اللي هو محمد صلاح أو ترزجية أو عمر مرموشي. أي أن كان اللي يلعب. فده توقعاتي إنه هو بيشتغل كده. فهو عايز واحد برضو يدفع يكون قوي. يشتغل في الحتة دفعية ومش مطالب منه إنه هو يهاجم بشكل كبير. لإنه هو ممكن يبقى محطة بس أو يلعب في الثامنة عشر بدماغه. فمصطفى محمد في الحتة دي كويس. يعني بتعامل معاه بشكل كويس جدا فهو ده أكيد اللي بيطلب منه. صح. لإنه مصطفى مش سريع مروان مش سريع. فهو بينزل عشان ياخد حتى الاتنين المساكين معاه أو واحد مساك معاه عشان يفضل مساحات اللي خط في خط الضهر عشان يشتغل عليه محمد صلاح. بس زي ما قال أحمد برضو إحنا مش كل كرة هنقطعها هنلعبها طولية لمحمد صلاح أو نلعبها لعمر مرموش كده خد بالك بيستهلك بدري. يعني اللعيبة عندنا محمد صلاح أو عمر مرموش أو تريسجي هيستهلك بدري جدا لأن انت ساعات كمان بتنزلهم كتير قوي بتنزلهم في التلاتين يارضا. فانت دي بتبقى مشكلة أخد بالك البلوك الدفاع ده لو عملته بسبع لعيبة أو تمانية لعيبة وسبت الاتنين دول. انت ممكن تشتغل كويس قوي لأنه كده كده هيعمل حساب محمد صلاح. لأن محمد صلاح يعني امتوا كبيرة جدا فانت برضه هل تخيل أن محمد صلاح يبقى بلغة الكرة معلق في الحتة اللي قدام وهيتسافة دي؟ استحالة. فانت برضه بتقلل عدد المهاجمين اللي عليك وبتقلل الضغط اللي عليك. لما توقف محمد صلاح انت بتقلل الضغط اللي عليك لأنه هيوقف معه واحد وهيغطيه واحد عشان السرعات. وواحد كمان من ناحية العكسية مغطي فانت بتتكلم في تلاتة ووقفه مع واحد كمان ديفندر لازم يوقف عشان يؤمن فانت بتقلل العدد. لكن انت لو نزلت محمد صلاح ونزلت عمر مرموش أو تريزي جيه تمام فانت بتخلي العدد بتاع منتخب السنغال أو المهاجمين يزيد عليك بكسافة فبيعمل قلق أو خطورة. فأعتقد ان هو زي ما قلتلك بيتعامل مع مصطفى محمد على هذا الاساس ان هو ينزل في نص الملعب شوية مع تلاتة بتوع نص الملعب. طيب. باكات بقى. باكرايت والباكليفت. عادة يعني في اي طريقة لعب اربعة تلاتة تلاتة في العالم الباكرايت والباكليفت بيبقى عندهم أدوار هجومية محترمة يعني عشان انت عندك تلاتة في نص الملعب فممكن يأمنوك بشكل كويس. الأدوار المفهودة يعملها عمر كمال واحمد فتوح ان شاء الله في هذه المواجهة لو بدأوا هما الاتنين فتوح اكيد غالبا هيبدأ. عمر كمال غالبا برضو هيبدأ. يتعاملوا ازاي هجومية مع هذه المواجهة. هل هيبقى اليوم أدوار هجومية ولا بسبب قوة اجنيحة السنغيال هيبقوا سابتين في الدفاع؟ لا هو انت عشان عندك صلاح قدام عمر فهو موقفه شوية يعني عشان عندك صلاح بيلعب قدام عمر ومعلق على طرف الطرف من بره فأكيد ده موقف خطورة عمر مع ان عمر لو صلاح دخل دخل جوه عمر عنده من الكوات من الكوة البدنية عنده دفاعين وهجومين بيقدر يأديها كويس بيقدر يأديها كويس مع كده كده ان فتوح يعني خلاص اكتسب خبراته بقى بيأدي كويس في المكان دوت هجوميا او دفاعين بقى عنده ثقة في نفسه بقى شخصية لعب كبير فهتوح شغال كويس لكن لموقف خطورة عمر شوية لان هو يتقدم ان صلاح قدامه طبعا واللي انا اتمنى ان صلاح لان ده بياخد منه كتير حتة ان الضغط كله على صلاح حتى برا الملعب برا الملعب حتة المسئولية الزيادة ان هو شئ الهم المنتخب شئ الهم دي بتاخد من اداءه الفني مع النقطة اللي اتكلم فيها كابتن واقل ان انت لما بترجع صلاح وبترجع مرموش فانت كده بتضغط على منتخب مصر وفي حالة ان انت لما تضغط على الكرة ما بتلاقيش حد ان انت تطلع عليه او ان انت تلعب تلعب نحيته زي صلاح لكن لو صلاح علق نحية اليمين اكيد فيه اتنين لعيبة او تلات لعيبة هيقدروا هيوقفوا معا لكن تشتغل من ناحية تانية عن طريق عمر مرموش وعن طريق فتوح ما انا كنت بتمنى ان هو يزيزو يبقى موجود هنقدر نشتغل من ناحية العكسية لكن فتوح هو ممكن ياخد الحرية الهجومية شوية بعكسه عمر لازم اقولك ان صلاح بيلعب قدامه تمام الاتنين ستر باكس بقى الاتنين مدافعين انا عايز اكلمك بس على حتة الباكين انت النهاردة لما تيجي تلعب بتلاتة تفندرات يعني لو لعيب بتلاتة تفندرات لو هو لعب بحمد فتح مثلا والنين والسلية فانت النهاردة ايه المشكلة ان الباكين يزيدوا لان انت النهاردة الناس دي مدافعين يعني ما بيزيدوش ما حاجة من الاتنين يعني تمانيا يزيد ومن ناحية المين مثلا حمد فتح مثلا وعمر يبقى وراه يا اما يسيب عمر يشتغل وحمد فتح هو اللي يميل يغطي الحتة دي ووراه انني وبيضم عمر السلية طالما بتلعب بتلاتة تفندرات لكن انت النهاردة معقول هتلعب بتلاتة تفندرات وهتوقف فتوح وهتوقف عمر كمال ومش معقول اما انت برضو لازم تديني حلول هجومية عشان اعرف اشتغل عليها انا مش هاجم بتلاتة بس انا مش هاجم بمحمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش او تريزيجية فانت النهاردة لازم تكمل ناس تكمل معاها هل انت مد حرية للباكين انه هم يشتغلوا ولا مد حرية للاتنين اللي هم تمانية يزيدوا مع الناس ما لازم الناس دي تزيد مين فيهم هيزيد فدي برضو على حسب ما هو بيشتغل طيب بس انا كمان على الوينش ومحمد عبد المنعم في هذه المقالتين سنتر باكس ادوارهم شايف ان هم يشتغلوا ازاي عادة شفنا عبد المنعم والوينش في الكلاس لهم الافريكي كانوا عاملين اداء رائع جدا ممكن شوية قل المستوى مع الاهلي وزمالك بس انا اشعر ان منظومة كالوس كدوش الدفاعية كيف بتساعدهم فكرة انه لابت الوسط قريبين منهم الباكات سابتين فدائما كان مواقفهم الدفاعية ما فيهاش مواجهات تفردية كتير يعني طبعا طريقة اللعبة بتساعدهم لان انت النهاردة لما بتدفع بتسع لعيبة فانت مدائم مساحات فهم ما فيش ما فيش مساحات مفتوحة او المساحة الملعب مش مفتوحة عشان يظهروا يظهر اخطاء كتير انت لما بتيجي تعمل بلوك الدفاعي فهو بالنسبة له حاجة كويسة جدا بتسهل عليه المأمورية بتسهل عليه الرقابة بتسهل عليه ان هو تخنق الناس المهاجمين فما فيش مساحات في خط الدار عشان ممتخب السنغالي زيد فده بيساعدهم بشكل كبير وده حصل قبل كده فهمهم افريقيا لما كنا بنتكلم على علي جبر مع كوبر وحجازي لما كانوا خنقين مساحات وكانوا بلعبوا بطريقة دفاعية بشكل كبير ما كانش بيوصلهم غير الكرات العالية وهم كانوا مميازين في الحتة دي فانت برضو لو اشتغلت على الحتة دي ان الكرة تبقى مواصلة بصعوبة جدا فهم يقدروا يرقبوا بشكل كويس لازم الاتنين دول يبقى ليهم مهام واحد ماسك بشكل كويس قوي ملتزم والتاني مغطي اللي ناحيته الكرة يعني انا مسلا لو ناحية اليمين والوينش ناحية اليمين يبقى ماسك بشكل كويس والتاني مرحل مغطي الحتة دي وبعدين الباك العكسي نفس القصة بيقف المساحة لو ناحية الشمال مسلا يبقى عم منعم ماسك يعني حتة المسك دي مهمة جدا من بدر لان احنا عندنا مشكلة في حتة الاتنين المساكين بيعمل ايه ممكن فرود يقف وسط الاتنين لا ده ماسك ولا ده ماسك فالاتنين بيعتمدوا على بعض لما الكرة بتوصل للفرود فبيبقى مشكلة كبيرة لان لو استلم ولف دي بيبقى مشكلة كبيرة لكن لما تمسك ويبقى في رقابة من البداية اعطاك الده بيسهل عليهم مرية بشكل كبير عظيم جدا لسا مكملين مع حضراتكم هايزة الحوار ممتع جدا مع الكابتن والقباني والكابتن احمد عدل بعد غزر فاصل نواصل ان شاء الله اهلا بحضراتكم مرة اخرى معي دلوقتي عبر زوم من الولايات المتحدة الامريكية الكابتن الكبير كابتن زاكي عبد الفتاح منداري بحراس مرمى منتخبنا الوطني الاصبك كابتن زاكي اخبار حضرتك ايه مشرف ومنور ده نورك الله اشعليك يا كريم وحيشن والله انا سعيب التمرين عندي في الاكاديمية دلوقتي والله عشان بس اجي معاك يا حبيبي شرفني وتحيات الكابتن الكبار كابتن وايل قباني والكابتن احمد عادل لك ازاك كابتن وايل ازاك ابو تميت رب تكونوا بخير كابتن زاكي احنا خلاص دي المراجعة النهائية نعمل ايه انت لعبتك بكده المرحلة النهائية الصعبة دي وربنا موفقناش تنصح بايه لعبتنا وتنصح بايه الجهاز الفني المنتخب مصر بص زي ما اشوف لك انا نصيحة قبل الاجهاز واللعيبة للإعلام والجمهور وكل خلاص اللي احنا دلوقتي احسن تلاتة وعشين لعيب التغب خلاص تفاكر لما كنت معاك كريم قبل البطولة العربية وبطولة أفريقيا وانت لك اننا لازم نقف وانت تعاون مع الراجل ولازم المساندة وانت لك ان المساندة احنا نختلف شوية لان كان فيه دورة وقبليها ونتكلم وانما دلوقتي لهذهالات لحهولة وخلاص كان اجريم بيعaurus وانت لهم ان شاء الله اهم صغيرا عندنا على coding الله واننا لازم نقف وانسك ان احنا نكسب غير كده مش عبا صعب لازم احنا نصدق نامين بقى قدامنا مين الظروف ايه احنا نصدق ونصدق نفسنا قبل اي حاجة وندي كل يعني كل واحد ادي مئة وعشرين في المية عشان تكسب فرع جديد لازم تدي مئة وعشرين في المية من من طاعتك ورطك كل حاجة فانت مش تكسب الحل ده انك انت تصدق و ادي كل اللي عندك ادي كل اللي عندك بعد الماش مهما كانت النتيجة بقى انت على خلاص على اقل انت ديت كل اللي عندك صحيح طيب مش شكرا من كده صح كابتن زاكي عادة يعني انما بنلعب مباراة في القاهرة من المفترض ننصح باللعب الهجومي باللعب الضاغط بتسجيل اهداف كثيرة عشان تضمن قبل مباراة العودة لك انت الان تلعب قدام المنتخب السنغالي منتخب كبير وعلاه تشكيلة رائعة جدا وجهاز فني محترم ازاي نتعامل مع المباراة نفسها مع التسعين دي يا دول بس كريمان خلينا الصرحة مع بعض يعني انا كالس كريمان امريكا سنة سبعة وتسعين تمانية وتسعين يعني انا كنت انا في جالاكسي فانا اعرف فيها اللعبة في الخمس لعبة بلومبيا زمن دلت مرنت مرنت هنا وكلمون على كثير وكده هو بقاله من اول ناربك اربعين خمسين سنة هو هو الفكر ده مش هغيره في اربع خمس سيانه احنا هو بيعتمد على تنظيم الدفاع كويس طبعه كويس صعبة على فرقة تانية مش هجي جنب فينا بالسهل في نفس فهو ما اعتقدش ما اعتقدش هيبقى ان هو يغير فكره ده خمسين سنة تمرين غيره في خمس سيان اعتقد ان هو برضا عبع على فريد السنغال مش هخش فينا جون ويبقى صعبة عليهم وبعد كده اما كان كرة ثبتة هجمة محتادة من وراء كده غلطة ممكن نكسب الباطش بها ما اعتقدش هيبقى مجاسبة لو هو غير كريتلاف هيبقى مجاسبة عظيم ما اعتقدش ان هو هو الحاج اللي اذا ما تقول بطولة الافريكا مشت معنا كده وكمل كده هو طريقته كده وانا اعتقدك انا كنت في مصر يا كريم في شهر ديسمبر هو طريقته كده والبرتوكيز كلهم كده ومدرسة البرتوكيز كلهم كده بعد الجودين ميريني كلهم كده صعبة على فرقة تانية وما تخلوش يوصولك بالسهل في نفس الوقت الحجمة مرتدة بورا سابتة كلام ده لا اعتقدش انه سيغير هذا الماتش اللي هنا والماتش اللي كسبنا ان شاء الله ربزن اللي كسبنا واحد بقى الماتش اللي هناك صعب عليهم جدا جدا انه هيبقى تنظيم تفاعي وكذا فنحن مشعدين نستعجل ونشعدين نجيب قون ونفتح القضى اللي تحصل حاجة تانية وما اعتقدش ان نقال اسكوش بالغباء انه لا هو مدرب ذاكي فنحن سيغير تاريب ما اعتقدش فاننا كنا متوقعين انه سيغير انا ما اعتقدش ممكن اكون انا غلطان بس انا ده رأيي ومعرفتي والناس اللي كلموني عليه عظيم وتدريب قدامه السنة لعبنا بعض ثلاثة اربع مرات ضد بعض ما اغيرش نفس الشيء هو اسلوبه كده صحيح طيب نصيحتك لي محمد الشناوي ومحمد ابو جبل ومحمد صبح في هذه المواجهة الكبيرة اعتقد ان الشناوي هيبدأ ومن حق ان هو هيبدأ كان ممكن يكون 50-50 لو انا في الجهاز او انا موجود في الطاولة الشناوي اللي هيبدأ فنحن بنصيح بها للشناوي شناوي لازم اقول له قبل جدا ممكن اعمل كيس لابو جبل لو كان جمهور ماشية تعادية حتى لما ابو جبل وشناوي المستوى الى ثلاثة اربع عشرات اللي كانت مخصصين انما الشناوي اللح على نفسه المواجهين الفاتي دولات وماريش كان معقول شوية نصيحة للشناوي انت حسنك في مصر انت وابو جبل او ابو جبل لو كلا كنت حوله نفس الشيء انت حسنك في مصر وانت اهدأ ركز ماتع نفسك ماتع الناس ما تخليش الجيم انك انت تباين انك انت عايش تعمل الانقاذ اللي هو ما حصلش خليك طبيعي خالص خلي الماتش اللي يجيلك ما تروحش انت الماتش انت هيجيلك كورة او اثنين طول الماتش الصد ممكن تتغير كل الماتش يعني احنا كاسبرين واحد انت ممكن تتعمل كذا سيف الجيم تعارب تنك في الجيم لنا او القضاء الله خاصين واحد انت بتخلينا في الجيم فالانقاذ واحد بس توقيت كويس انقاذ في الوقت المناسب سيفرق في الماتش كله الماتشين دولت ويعتبره ماتش واحد فانكتوب منك انقاذ اثنين في الوقت المناسب انت توقيت كونه هذا اللي سيفرق معنا ان شاء الله فانا بقولك اهدع وركز ومتشغلش بالك ما تخليش اي حاجة مستطيع تتحكم في اي حاجة لا تستطيع تتحكم في اللعبة لقدامك لا تستطيع تتحكم في المدرب لا تستطيع تتحكم في جمهور وعلى حكم كل الحاجة الوحيدة اللي انت تحكم فيها حوالك كلها هو انت تركز وراحة وريلاكس وتحكم في نفسك والباقي اللي يحصل تعرف بنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الكابتن الكبير كابتن زاكي عبد الفتاح مدارب حراس مورما منتخبنا الأسبق أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة كالعادة طيب كابتن أحمد قبل ما نروح الفاصل كنت عايز تتكلم معي في نقطة الاثنين مدافعين السنتر باكس محمد عبد المنع من وينش وأدعهم في الدوري أو مع الأهل والزمالك وأدعهم إن شاء الله هيكون أفضل كمان مع منتخب مصر بس كريم عشان نتكلم بواقعية أكتر طريقة اللعبة اللي بيلعب بها مستر مسماني وخصوصا بيلعب بها محمد عبد المنع مختلفة تماما عن اللي بيلعب بها مستر كيروش ونفس الطريقة مع الوينش في الزمالك طريقة مختلفة خالص الأهل يساعد بيلعب 3-4-3 أو 4-2-3-1 لكن مستر كيروش يمكن زي ما قال الكابتن وقيل وحط إيده على نقطة مهمة جدا إن ما فيش مساحات يعني بين خط الظهر والبلوك اللي عمله النني والسولية وحمدي فتحي قدام السردباكين حتى لو السردباكات هنا عندها عيوب أو عندها نقطة ضعفة في حتة معينة ما بتبانش في المساحات الضيئة لكن مع طريقة اللعب الطريقة الهجمية اللي بيلعب بها نادي الأهلي ممكن بعض السلبيات اللي في خطوط الدفاع أو اللي عندي لعيب ممكن تظهر في المواقف دي مواقف بينية كرة بينية مواقف سرعات مواقف كرة عرضية لكن طريقة مختلفة تماما عشان كده ممكن هتلاقي اللعيبة دي أداءها مع المنتخب غير ما أداءها الناس بتلوم مع أنديتها لكن اللي مطمئني بشكل أكبر أنه هم في الطريقة اللي بيلعب بها مستر كيروش ما بقاش فيه مساحات مساحات بتبقى دقيقة جدا البلوك اللي عامله في نص الملعب مستر كيروش ده مقلل خطورة أي فريق منافس على خط الظهر المنتخب أكيد طيب عظيم جدا ناحة تانية ودي نقطة مهمة جدا كابتن وائل أحيانا بقلق من الكرات العرضية أو الكرات السابتة تحديدا على الدفاع منتخب مصر بس الصراحة في كاسية الأمم الأخيرة تلافينا بعض المشاكل دي كانت المشاكل واضحة قبل كده جدا تلافينا كثير منها وهي أفا يمكن مش على المنتخب بس أفا يمكن على كل الأندية نتعامل إزاي مع الكرات العرضية الخطيرة جدا للمنتخب السيناغالي وأيضا الكرات السابتة للمنتخب السيناغالي نصيحك إيه للمدفعين واللعبي اللي بيغطوا في الكرات العرضية لزي دي لازم بقى فيه تركيز عمتهم في الحاجات السوابت والحاجات المتحركة لأنه خد بالك كرات العرضية دي العالية بتبقى من أصعب الحاجات على المدفع لأنه في ناس أقول لك لا السيدة ماسك غلط السيدة واقف غلط السيدة مش عارف إيه خد بالك لازم تعرف أن السوابت أنا ممكن أحاسب مدفع لكن المتحركة بيبقى فيها صعوبة جامدة جدا لأن المتحركة الراجل بيعمل أوفر والفرود هو اللي معاه الحركة في البداية تمام فأنت ما تعرفش هتحرك إزاي أو ممكن نروح مثلا على الأولانية أو راح أهوشك وروح على التانية فأنت الحركة معي أنا لستارت معي أنا كمهاجم فأنت النهاردة بيبقى فيه صعوبة جدا في الحتة دي مزات في الحاجات المتحركة لكن في الحاجات السوابت لازم يمسك كويس قوي مفيش حاجة اسمها أعتمد على ده أو أعتمد على ده لازم بكل واحد مع واحد مان تمام ودي مهمة جدا في الكرات العرضية بقى المتحركة دي المهمة جدا لازم أكون شايف الاتنين شايف الكرة وشايف المهاجم بشكل كويس وعمل استارت كويس ليا تمام ومتحرك على المهاجم مش متوقع الكرة لأنه خد بالك فيه ناس في الحاجات العرضية دي بيتوقع يعني إيه بيتوقع يعني هو ممكن يكون وقف في مساحة مثلا تمام قفل مساحة دي الفرود ممكن يوم قطع قبله فهو ما يتحركش يقولك أنا أتوقع أن الكرة دي تيجي هنا أو العكس ممكن يكون مثلا الفرود راح ورجع تمام فياخد الخطوة المدافع ياخد الخطوة الأولانية فتعديه فتيجي خطر على المنتخب فلازم ببقى أنت الاتنين معاك أنت شايف الكرة كويس قوي شايف المهاجم كويس قوي وعلى قد الإمكان في الحاجات المتحركة تقدر توسطا شوي يعني تقدر تشتغل بشكل يعني فيه زكاء شوي السوابت كده كده أنت كده كده لازم بماسك ما واخد بالك في المتحركة برضو ما ينفعش إيه أحس إن فيه اتنين على اتنين تلاتة على تلاتة لأن دي ممكن تعمل مشكلة كبيرة جدا لازم بقى فيه زيادات في الحاجات اللي هي العرضية لأن انت عندك كمان منتخب السنغال مميز في الحتة دي بشكل كويس أو سواء في السوابت أو في الحاجات المتحركة فأنت النهاردة ما ينفعش ألاقي في التمنتاشر وهجم عليها تمام وكرة عرضية ولاية تلاتة على تلاتة أكيد لازم بقى فيه خطورة كبيرة جدا لأن تلاتة على تلاتة فيها مشكلة أو اتنين على تنين أو اربعة على اربعة لازم أنت عندك الزيادة العددية باستمرار عشان تقدر تخرج الكرة برضا التمنتاشر فدي نصيحتي للناس اللي هي المدافعين مع الناس بخط النص نحة تانية من المفترض أن احنا في المباراة فيها ضغط نفسي ومعناوي وبدني وفني وكل شيء تستغل أنت كمان كراتك السابتة بشكل مثالي وجيد زي نتعامل مع كراتك السابتة هجوميا بشكل كويس أكيد يعني ممكن دي بدي بقى تمرين تمرين أكتر منها اعتماد عن نفس تمرين كرة السابتة دي يعني أنت ممكن تكسب كرة سابتة ممكن تكسب بهجمة مرتدة لكن هنا دعم الأساسي في عنصر المكسب أو أنت بتبحث عن المكسب بهجمة مرتدة منظمة أو بكرة سابتة أو بأخطاء الخصم لكن دي من أهم من الحاجات اللازم ميستر كورش يشتغل عليها وخصوصا أن احنا ممكن نواجه صعوبة شوية لأن بيتميزوا يعني خط ظهر السنغال أطوال أنا لسه أتكلم معك أطوال مش طبيعية فأتمنى أن احنا ننفذها ما تبقاش كرة طولية كرة طولية ممكن نلعبها على مرتين ممكن نلعبها على أولينية فهنا التركة دي هي اللي تفرق معاك لكن طول ما هي كرة عالية هو الليل الأفضلية فهنا نحن ندور على السلبيات اللي فريد السنغال يعني ممكن الكرة تبقى على الأولينية ممكن تتلعب على مرتين ممكن تتلعب على مرتين وتتلعب بره 18 حد يخش شوت فلازم يبقى فيها تركة ده اللي نشتغل عليه لأن أنت كل الكرة العالية الهجومية اللي لينا هنواجه صعوبة مع خط ظهر منتخب السنغال لكن عايز أتكلم في اللي علينا اللي علينا وانت أشرت النقطة مهمة جدا حتة أن هي فعلا آفة الكرة السابتة اللي بنقع فيها على طول لأن المدافع هنا عينوا على الكرة بس مش عينوا على الخصم الخصم هو اللي هجيب لازم يبقى عيني على الكرة وعيني على الخصم لكن هنا على طول اللعيب المصري بيستسل يعني بيستسل ممكن دي أخطاء كنا بنوع فيها إن احنا بنلعب على الكرة الكرة ممكن تتعديني والخصم اللي معي لو سرقني هيقدر يجبها هدف لكن هنا في الكرة السابتة اللي علينا لازم التزام وحط تحتها مليون خط كلام مع بعض لأن في بعض الأوقات لو إحنا ستة جول 18 أو 7 في واحد أو اتنين ممكن التركيز يروح منهم ولو راح منك سانية هتلاقي كرة في الجور لكن الكلام مع بعض ده مهم جدا وكلام صوت عالي التنبيه حتة الالتزام المان جوا 18 ما اعتمدش إن أنا حد تاني سرق زميلي فأنا روح فهي دي المان دي دي من أهم الحاجات في الكرة السابتة عشان ما تأثرش علينا بالسابتة كابتون قال لو ترابط منك إنك تقسم التسعين دي الأولى يعني أنت كمدرب بتقول اللعبة أنا عايز أول ربع ساعة منكم كذا تاني ربع ساعة كذا الشهور التاني هنعمل كذا لو هتقسم بتصور مثالي فيه طرورات بتحصل في المباراة هدف فيك هدف ليك بتحصل طرورات لكن لو أنت ماشي بتصورات في خيالك وعايز تقول اللعبة تطبع أول سيناريو يكون إيه بص هو عمتا أنت النهار ده حتى لما تبيجي تدخل المباراة بيبقى ليك شغل معاين أنت عملي يعني ممكن أنا مثلا كمدرب بقول إيه ربع ساعة الأولانية هدغط من قدام ما خليش يبقى فيه تحضير وبعدين أشوف الوضع إيه هل أنا ممكن أقدر أقطع الكرة بسهولة هل ممكن يحدث يحدث أخطاء في المدافعين لما أنا أضغط عليهم واللي هم عندهم السكة ولا وبيطلع بيها ففي مساحات بتفضل فتبقى مشكلة تمام لو لقيت أن فيه مساحات لا أنا أقول لك إيه قفل نصف ملعبك تاني بدل ما تضغط من التلت الأمامي لا أنت ممكن تقفل من نصف ملعبك ده سيناديو ممكن تيجي سيناديو تاني تقول إيه لا إحنا نقفل من نصف ملعبنا الأول لحد ما نشوف هل هننجح في الحتة دي ونفتح مساحات خلف خط الدفاع بتاع منتخب السنغال ولا لأ طب لو ما نفعش ولا من نصف ملعبك ولا من العشرين يارضة اللي هم اللي قدام لا بتبقى على كوس الدايرة اللي في نصف ملعبهم تقول إيه في الحتة دي لا أنا ببدأ أوجهه عشان أضغط عشان أقطعه وبعدين أطلع عليه فدي على حسب بقى شغل مستر كروش بس هو المشكلة إن مستر كروش عودنا إنه هو الدفاع 90 ديئة هي دي المشكلة هو شوف حتى كابتن زجان فتاة هو ما بيغيرش السيستم بتاعه هو بيعمل بلوكة فاعي بشكل كويس قوي وبيعتمد على هجمة المرتدة أو السوابت ده فعلا أسلوب 90% من المدربين البرتغاليين إنك حين ما هي بس ها دي مشكلة خد بالك لإني لازم تعرف حاجة القماشة اللي معاك هل هتساعدك ولا مش هتساعدك هتساعد إن شاء الله خد بالك أنا أتمنى أنا أتمنى خد بالك بس أنا بكلمك إيه القماشة هي اللي بتخليك بتشتغل عليها أنت النهار ده هل القماشة دي مع الشغل الدفاع اللي أنت بتعمله هيشتغل كويس ولا مش هيشتغل كويس خد بالك لأن في أمم أفريقيا الظروف خدمتك لازم نقول إن الظروف خدمتك أنت النهار ده ما قدتش بالشكل المطلوب ضع فرص من المنافس بشكل كبير الضغط بشكل كبير تمام فتخيل بقى لو فرصة من دي دخلت هتعمل لك دربك بشكل كبير جدا مش هايز أرجع لكيس الأمم بص 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 أنا بكلمك كارين بصراحة عشان ما نتفاجئش لأ مش هنتفاجئ كبير زكي قال لك الكابتك زكي قال لك حاجة مهمة جدا لازم نصدق نفسنا إن احنا نكسب هو ده لأن خد بالك وده اللي أنا قلت لك في البداية إحنا لازم عندنا الثقة ولازم عندنا الهوية لأن الثقة قلت لك دي بترفعني من 40 ل60 ل70 ل80 وده نقطة مهمة جدا حتى أنت لما بيبقى عندك الثقة وتصدق إنك بتكسب مستواك لوحده هيعلى والأداء داخل الملعب هيعلى أحمد عارف الكلام ده هو لعاب في ناد لالي ولعاب في ناد زمالي هو قاعد عليه فترة بيكسب الفرقة اللي جايله بالثقة بس إن الفرقة دي جا خايفة منه أنا نفس الكسة لما كنت باخد بطولات إحنا كنا بنكسب الفرقة نزلين كازباين لأنهم حاسين إنهم خايفين لو هم هجمونا أكيدا نعمل حسابهم ده كما بيحصل إحنا لعابة داخل الملعب بنبقى حيث فدي مهمة جدا حتى ما تدينيش إحاء لك أجمهور إن أنا مش مصدق إن إنت تكسب لازم إنت الأول تصدق إن إنت تكسب عشان أنا أبقى ورار لإني هارجع تاني في أم أفريقيا مزدعتش مني أنا كنت بقى عد مع ناس بتفرج معهم مش مصدقين إن إحنا ضغعنا هجمة وده أزعلان جدا بس عارف كنت اكتسبنا الشخصية يعني منتخب الروح والقلب والعظيمة والإسراء الروح ده حلو جدا نعم معاك طبعا بعيدا عن الفنيات ده اللي وصلك يعني إن إنت تلعب 120 دقيقة بتنفربع مباراة ومش بأداء فني بأداء رجولي وبعظيمة بس أنا كنت أريد سألك تاني بقى السؤال عشان الوقت ما يروحش مني ولازم أسألك السؤال ده إيه الأوراق التانية غير الأساسين نحن تقيمة كلنا تقريبا يعني شبه متفقين على التشغيل الأساسي أو متصورينه من دماغ اللوس كروش إيه الأوراق اللي على الدكة اللي هتفدنا في هذه المجاة ما شوف لو بدأ بمرموش تريزيجية تغييرها مهمة تريزيجية تغييرها مهمة وخصوصا أن مرموش يمكن الراجل ميال شقاية لحطة إن هو بيلعب لعب محترف لكن أنا لو فنيا تريزيجية يلعب لكن هنا اللي مطمني أن تريزيجية بينزل بيعمل فارق بينزل يعمل فارق بيقدر ينقلك ماشي كويس مع فارقاته فدم طمني بشكل كبير جدا زيزو بيقى برضو تغييرها مهمة بيقدر ينقلك فترة من الفترات يمكننا الراجل ما عودنا برضو على تغيير زيزو في الدقيقة ستين أو الدقيقة خمسة وستين بينزل برضو بيعمل لك فارق مع أن خبرات صلاح بتظهر في الدقاءة الأخيرة يعني في الدقاءة الأخيرة ممكن صلاح في الدقيقة تسعين وكل ما المطش بيعدي سواء خبرات صراحة بتفيدنا من الثانية الأولى أنا بكلمك يا كريم أنت كل ما بتروح لنهاية المطش التركيز بيقل لكن صلاح عنده من الخبرات ومن الاحتكاكات اللي فيها أنه هو ممكن في الدقيقة تسعين تلاقي انفراد وخصوصا دي الطريقة اللي أنت ممكن هتبقى معتاد بيها لكن أنت تكلمت برضو في نقطة أن أنت المطش هتقسم ازاي هنا مفاتيح اللعبة هي اللي هتفرق معاك التغييرات هي اللي هتفرق معاك وفعلا اللعيبة فايقة الترزي جي فايقة زيزو فايقة بيقدي بشكل كويس سواء معنى زمالك أو مع المنتخب أنا بصراحة متفائل متفائل لمفاتيح اللعبة اللي عندنا متفائل أن الراجل مش بيستعجل على المكسب يعني هو مش بيروح للمكسب بيستعجل على المكسب فيبقى فيه صغرات يبقى فيه مساحات في خط دهر لكن الراجل مش هيبقى مستعجل على المكسب اللي مطميني بشكل أكبر مش سهل يجي فينا هدف يعني مش سهل طول ما انت ما بيجيش وإحنا كنا بنلعب في الفرقة الكبيرة بالذات طول ما احنا ما ميجيش فينا جول احنا ممكن نجي بول في أي وقت فهي دي اللي نقطة اللي ممكن نشتغل عليها ودي اللي بيعملها مستر كيروش كويس إن احنا بندافع كويس ومنظمين وقفلين كويس إلا فترة من فترات هتلاقي صلاح ممكن يجيب واحدة هجمة مرتدة مرموش كور سابتة تحرك من مصطفى محمد واللي أنا تمنى أن يبقى فيه حرية من ترفي الملعب شوية وخصوصا زي ما قالت كابتن وقال انت عابت لعب تلعب تلاتة بلوك في نص الملعب لازم ممكن تحرر تلفين الملعب فأنا تمنى أن في فترة من فترات المباراة تدي حرية لعمر كمال أو فتوح إنه يبقى مفاتيح لعب وخصوصا لازم مصطفى محمد يلعب عجون مش يلعب عجون منه نفسه إلا من كرة عرضية أو كرة بينية في خط الظهر أنا معي اتنين لعبة دلوقتي لعبهم دام جماهير كتير وألاف من الجماهير لعبتوا تحت الضغط بتاع الجماهير ده كتير أوش في لعبة والنهاردة كابتن ديارسي تتكلم في نور دين في لعبة من الموجودين في المنتخل ملعبوش قدام عدد كبير من الجماهير مطلوب إيه بقى من الجماهير مطلوب إيه من الناس اللي هتروح للإستاد وتشجع عشان زي ما أنت قلت كده ممكن المباراة تمر بمراحل وإن شاء الله تبقى كلها مراحل إجابية بس ممكن يبقى فيها مراحل سلبية لقدر الله المدرب حتى مش هقولك الجماهير حتى لو اللعيب مش في حالته أنا لازم أقف جنبه لحد نهاية الصفارة لحد ما الحكم الصفارة لإنه لو عنده 40% وإنت قلقته هتبقى 30% هتبقى 20% طيب حتى لو هو 40% ما تخليش اللي 40% دول يقله حتى لو سبته فده أفضل لكن ما يقلهش فده نفس الكلام اللي أقوله الجمهور أنت النهاردة جاي تشجع منتخب بلدك أيا كان مستوى داخل المباراة تمام؟ أنت شجعه طول التسعين دي لأن مجرد أن أنت بتشجعه وتدي له دفع معنوية ده ما بيخلوش يقلم بل بالعكس ممكن يزيد صح مع الدفع المعنوية صح ودي لعيبة في لعيبة منهم ما لعبوش قدام جمهور كتير فترات طويلة جدا لكن عايز أرجع أقولك برضو أن اللعيبة دي منتخب مصري يعني لازم يكون عندها الشخصية وعندها صرقة في نفسها حتى لو لعبت قدام جمهور فهو لازم عنده صرقة في نفسه صحيح وعنده شخصية داخل الملعب صحيح فده أتمنى من الجمهور إن شاء الله أن يده دفع اللعيبة دي دفع معنوية أتمنى يا رب وأنا دايماً بقول إن الجمهور ده نمرة واحد وهو ده اللي كان بيخلينا جوه الملعب شعلت نشاط حتى لو أنا غلطت في كورة ولا يجب الجمهور بيشجعني عارف أنا بحس إن أنا بتكسب فلازم أبقى أحسن أيوة لكن لو أنت يعني بلغة كورة همتتني أنا خلاص سكة هتتسحب مني صح فخلاص أنا ممكن معرفش أقدي صح فده مشكلة كبيرة جداً فأتمنى إن شاء الله والجمهور عندنا واعي الحمد لله الحمد لله وهو جاي عشان يشجع المنتخب لأنه طبعاً دي فرصة كبيرة جداً يا عرب إن شاء الله نوصل كاس العالم وكل الدعم طبعاً لمنتخبنا إن شاء الله إن شاء الله يا كابتنا كابتنا أحمد إن نقول إيه الجمهور منتخب مصر إن شاء الله اللي هينوروا أستاذ الكاهرة بكرة بإذن الله أكيد لازم في أي وقت من فترات حتى المباراة أياً كانت النتيجة إيه لازم المسندة ولازم الدعم ولازم التشجيع من أول ديئة لحد آخر ديئة لأن إحنا وإحنا كلعيبة كان على طول ودنانا مع الجماهير ودنانا مع الجماهير طول ما فيه مسندة وفيه دعم حتى لو النتيجة سلبية ده بيدينا باور أكتر ده بيدينا مسئولية وإنت دلوقتي بتملك أن اللعيبة عندها مسئولية اللعيبة عندها الشخصية فهنا كده كده اللعيبة بيبقى عليه ضغوط بيبقى عليه ضغوط كبيرة جدا فإنه هو يتحمل كمان ضغوط الجماهير دي تبقى صعبة جدا لكن طول ما فيه التشجيع والمسندة والدعم إنت كده بتقلل الضغوط من على اللعيبة بل بتديهم المسئولية بل بتديهم إنه هو بذل بيدي 100% بيدي 200% فهتمنى المسندة من جماهير مصر وإن شاء الله هتبقى البوابة إن شاء الله للتأهل لمنطقة مصر من خلال الجماهير أنا أعزف أن أفكرت بحاجة كمان لما دخلنا كاس العالم افتكر إحنا دخلنا كاس العالم إزاي في آخر الثانية بص كان كل الناس خلاص همدت تخيل محمد صلاح بعد الوقع بتاعته وقام 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 للجمهور ويلا لعيبة في ثانية فتا يقول لك فتا يقول لك إن في أي وقت أنت ممكن تكسب وممكن تبقى ربنا موفقك وإن شاء الله كل التوفيق طبعا إن شاء الله كابتن أحمد شرفت ونوارتك العادة أنا مشكورك شكرًا جزيلا حبيب يا كريم أنا لبسكورك سعيد معكم يا ربي كابتن أحمد شرفت ونوارتك العادة شكرًا جزيلا حبيب يا كامو أنا سعيد نوارتك دائما دعواتك بقى ودعواتك للمصرين إن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله لسه كاملين مع حضراتكم حديث أو مراجعة ما قبل الامتحان امتحان صعب صحيح ولكن احنا أدها بإذن الله مصر والسنغال بعد الفاصل محمد جمال وفاروق عصام نتكلم معهم فنان وتحلان عن هذه المواجهة الكبيرة خليكم معنا